كنت راضي النهاردة مباراة مهمة ان انت تطلع بيها بالشكل ده وانت بتخسر سلاح مهم جدا في بداية المباراة تكلم عليه تفصليين بعد شوية لو أعلم على الأول النقطة التانية انه في خضم ودايما هقولها لك في كل اللي جاي انه النتيجة احيانا بتطفي شيء من اللي هو وقعية لما تيجي تتكلم تقوله والله المباراة خلصت النهار صفر صفر جمول النادي الأهل عايز يكسب فانت لما تيجي تتكلم على ده في بعض الحاجات كده بتختفي لما النتيجة تكون سلبي وفي النهاية التعادل للسلبي نتيجة خطيرة حتى وان كان خارج الأرض وان كان زجاج جباية برضو مليون في المية لان اقتعدلت خارج الأرض ولكن لما تيجي تتكلم النهاردة الأهل بيعمل رقم مهم جدا 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 بيكسر رقم الترجي هو بيلعب الترجي بيكسر رقم الترجي نفسه أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ دوري أفطال أفريقيا كان للترجي بعشرين مباراة عدل مارس الكلر في مبارات مازينبي مبارات الاياب في القاهرة بعشرين مباراة النهاردة بيتجاوز الترجي بواحد وعشرين مباراة للمرة الأولى في تاريخ دوري أفطال أفريقيا أطورا لا هزيم واحد اثنين للمرة الأولى فريق يكون بيرسل ان Nobleعب مبارات اياب المباراة النهائية من أول نسخ سنة 64 لحد النهاردة على مدار ستين سنة أن فريق يلعب إياب المباراة النهائية ومستقبل هدف واحد على مدار البطولة جنبها أن الأهلي لأول مرة من 2005 أشوف الأهلي خد كم نسخة من 2005 أنه بيوصل لإياب المباراة النهائية بدون هزيمة النسخة الوحيدة اللي أهلي خد بها البطولة بدون هزيمة كانت نسخة 2005 مع مانويل جيوسي النهاردة بيكرر ده وبيقدر أنه يلعب إياب المباراة النهائية على أرضه في القاهرة وهو لم يخسر أي مباراة خلال البطولة فأنت بتتكلم على أرقام مهمة جداً بتبقى فيه أنت أو باهيتها شوية لما بتكون النتيجة هي تعادل سلبي مفيش أهداف الناس مش فرحانة قوي الناس لسه فيه هو نتيجة إيجابية مشوبة بالحضر طبعاً لو أنت بعد المباراة النهاردة مهدد شيء أنا كسبت البطولة خلاص مليون في المية هي دي الفكر مليون في المية أو أني أنت حطيت رجل ونص أنت لسه لازلت المباراة بالنسبة لك أنها لم تلعب المباراة بتاعت بنتيجة سلبية فكأنها لم تلعب عظيم جداً محمد